موسيقى اهلا بكم لم تكد مفاوضات أستانا بشأن الأزمة السورية تنفض حتى بدأت خريطة التحالفات تلوح ضمن قوى المعارضة السورية المسلحة وسحة معارك يعد تشكيلها على وقع خلافات وحسابات ومواجهات ولعل اندماج خمسة فصائل مسلحة في كياد عسكري واحد هو أحد مظاهر هذه الخريطة الجديدة رغم أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا النمط من الاندماج فإن السياق الحالي يطرح أسئلة عديدة لا تدور فقط حول العكاسات على فصائل المعارضة المسلحة فهي تتناول الجبهات المفتوحة مع النظام السوري وحلفائه أيضا خصوصا في شمال البلاد قبل أسابيع من مفاوضات جينيف المرتقبة الثاني والعشرون من شهر ديسمبر عام 2016 كان يوما فارقا في تاريخ الصراع المسلح المشتعلة حرائقه في سوريا منذ خمسة أعوام هو تاريخ سيطرة قوات النظام على كامل مدينة حلب فما بعد حلب ليس كما قبلها في الشمال السوري انتقل مركز الثقل العسكري للمعارضة السورية إلى إدلب وفي إدلب تجمع عدد كبير من فصائل المعارضة المسلحة المتعددة في المرجعيات السياسية والفكرية تفاعل تجميعها في مكان واحد مع المستجدات الإقليمية والدولية فأنتجت تفاعل حدثين بارزين الحدث الأول هو اندماج لفصائل كبرى مع حركة أحرار الشام والحدث الثاني حل جبهة فتح الشام النصرة سابقا نفسها واندماجها مع أربعة فصائل أخرى تحت مسمى هيئة تحرير الشام لكن لا توحد الفصائل ولا اندماجها مع حركة أحرار الشام جاء بهدف توحيد الجهود لمواجهة قوات النظام ولا حل جبهة فتح الشام نفسها جاء بهدف سحب الذريعة من المجتمع الدولي الذي اتفقت الأطراف الفاعلة فيه على استثنائها من قرار وقف إطلاق النار اندماج فصائل المعارضة مع حركة أحرار الشام جاء على وقع خلافات واقتتال بينها وبين جبهة فتح الشام وذلك على خلفية هجوم من جانب فتح الشام استهدف بداية جيش المجاهدين وطال لاحقا فصائل أخرى جميعها ممن شارك في مؤتمر أستانة اتهمت جبهة فتح الشام تلك الفصائل بأنها وافقت سرا على اتفاق يفضي إلى استئصال فتح الشام وأما حل جبهة فتح الشام نفسها فيقرأ أنه جاء لصالح تشكيل يضم الرافضين عمليا لمؤتمر أستانة وسواه من المسارات السياسية تكون فيه فتح الشام عموده الفقري إذن انحصر المشهد العسكري في الشمال السوري بين هيئة تحرير الشام وحركة أحرار الشام أي بين الفصائل التي صنفت أنها معتدلة ومعها فصائل الجيش السوري الحر وبين الفصائل التي لا ترى أي أفق في أي حل سياسي كتلتان رئيسيتان هما عنوان استقطاب بدأ فعلا يشمل سائر الفصائل وتقول كل المؤشرات إن فرص قيام مواجهة مسلحة شاملة بينهما كبيرة في معركة لا تقبل القسمة على اثنين ولا رابح فيها سوى من يتفرج عليها النظام السوري وحلفاؤه لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من أوكلهوما جوشو لانديس مدير مركز الشرق الأوسط بجامعة أوكلهوما ومن بيروت العميد إلياس حنة الخبير العسكري والاستراتيجي أهلا بضيفية الكريمين العميد إلياس حنة ما الذي عجل بهذا التغيير من متحالفين إلى متقاتلين بالنسبة للمعارضة السورية المسلحة هناك عدة أسباب السبب الأول هو التراجع الملحوظ للمعارضة البيئة الجغرافية اكتزاز المنظمات المتناقضة مع بعضها البعض في منطقة حلب وريف حلب وريف إدلب وبالتالي لاحظنا أن النظام عندما يتفاوض لإخلاء منطقة معينة الوجهة الأساسية كانت إدلب فإذا هناك تناقض بالعمل العسكري تناقض بالعمل الإيديولوجي وحتى تناقض بالعمل التسليحي والرعاية إن كانت داخلية أو خارجية أتت الأستانة لتزيد الطين بلة وبالتالي المهم اليوم هو ما صدر عن الرئيس الأمريكا أيضا يجب أن نأخذه بعين الاعتبار قرار الطلب من البنتاجون لإعداد مناطق آمنة وزارة خارجية والبنتاجون خلال 90 يوم و30 يوم خلال إنشاء أو تحضير خطة لضرب داعش كل هذه الأمور عجلت في عملية من يسيطر على من والضربات الاستباقية بين المعارضة وأعتقد أن النظام هو الربح رقم واحد في هذه المعادلة ما دور أستانة وما ترتب عنها في التأثير على هذا الاختلاف؟ دور الأستانة أن هناك أفريقاء معينين تل أستانة يؤيدون العمل السياسي والعمل السياسي اليوم تغيبت عنه جبهة تحرير الشام الحالية أو جبهة فتح الشام أو النصرة سابقا وأحرار الشام وهذا أمر يتناقض مع المبدأ الأساسي المرحلة القادمة تركيا ترعى فريق معين من المعارضة المقبولة ذهبت إلى الأستانة وبالتالي الانتقال إلى أي عمل سياسي سيهمش أحرار الشام وسيهمش جبهة فتح الشام أو جبهة تحرير الشام الحالية من هنا العملية هو من يسيطر على الأرض ولكن ننتظر في المرحلة القادمة عملية انقسام أكتر وتفتت أكتر يعني النصر قد خلق التداعيات معينة لدى النظام وحلفائه وبالتالي الهزيمة في حلب خلق التداعيات مهمة جدا أتت الأستانة لتتوج هذا الموضوع لأنه العمل السياسي هو النتاج السياسي لما حصل على أرض الواقع عسكريا ضيفي جوشولاندس فيما يتعلق بالمتوقع الآن في ظل بداية هذا الانقسام بل والاقتتال والتحالفات في إطارات معينة هل تعتقد بأن هذا الانقسام سيستمر ويتسع أم سيجري احتواءه؟ كلا أعتقد أنه سيتوسع ويزداد مع حلب وأستانة شهدنا الهزيمة المعارضة وأن تركيا أثبتت بأنها قد عطت ظهرها للمعارضة ولا تستطيع المحافظة على جهد المعارضة دون مساعدة الولايات المتحدة وبدون ضغوط من روسيا وإيران والترابات الداخلية في تركيا وهذا يجعل المعارضة في وضع في غاية الصعوبة فهم لا يستطيعون تحمل الفقت القادم عليهم من النظام وأن الذين يوصفون كنظمات رهبية من قبل غير مثل النصر وغيرها عليهم أن يوحدوا صفوفهم وجعل كل الملشيات تقف معهم ولكن هذه المشيات لا تلتذلك بل هم يردون أن يوضع خطة بديلة إما الاستسلام لأسد أو التقال إلى تركيا أو محاولة والأمل بأن تفرض منطقة حظر طيران في شمال تفضل تركيا بحيث يحظو بالسلام والأمن في شمال سوريا تحت جناح تركيا هذا هو الوضع الصعوب بسبب حلب وسبب المساعدات الروسية التي قدمت لسد هي غيرت الموقف واصبح ليس في صالح الثوار أشرت إلى تركيا العامل الحاسم في تأكيد هذا الانقسام واستمراره هل يعود إلى أسباب داخلية أم إلى حسابات خارجية؟ سيد جوشو أعتقد كلا الأمرين لأنه لم يتوقع أي شخص أن روسيا استقف بهذه القوة لدعم الأسد وهذه الشدة وتدمير قوات الثوار وثانيا أن تركيا كما نعلم شاهدت أو واجهت أكثر من حداث غير متوقعة انقلاب هجوم تنظيم الدولة عليهم وأن اقتصاد التركي قد تدهور واصبح في وضع سيء وأن على أردوغان أن يفكر بطريقة للخروج من هذا الموقف كيف يمكن أن يفعل الاستقرار على اقتصاد بلادي وهو يدرك بأنه لوحده يواجه الثوار في سوريا وهو لا يستطيع أن يحقق ذلك لوحده وبالتالي كان لابد أن يضع أولويات أما أن يقول سأتوقف وسأوقف بناء دولة أو ظهور دولة كردية في الشمال ولكن لا أستطيع أن أقاتل ضد أقاتل لجانب الثوار وبالتالي توصل لحل وسط أو صفقة مع روسيا وبيضاً مع أسد بل قول أني لا نساعد الثوار وأنتم عليكم أن تساعدوني ضد الأقراض وهذا يبدو هو الصفقة التي جرى التوصل إليها العبيد إلياس حنى الآن ثقل المعارضة السورية المسلحة في إدلب لو استمر هذا الانقسام وتفاقم ماذا عن وضع المعارضة المسلحة في إدلب في مواجهة بعضها بعضاً أولاً ثم في مواجهة النظام ومن يدعمه أعتقد أن أكبر خطر على المعارضة في إدلب وفي غير إدلب وهذا ما حصل أيضاً في شرق حلب يعني في المعركة الأخيرة هناك انقسام هناك اختلاف حول طريقة القتال طريقة التفاوض طريقة الانسحاب وما شابه اليوم الخطر الداخلي هو الخطر الأساسي لأنه يؤدي إلى تقاتل داخلي وبالتالي تسهيل مهمة على النظام وعلى الحلفاء والشيء السيء لدى المعارضة اليوم في شمال حلب أنه كل القوى الكبرى الإقليمية والدولية لديها أهداف متناقضة في سوريا يعني تركيا لديها هدف معين إيران لديها هدف معين الولايات المتحدة الأمريكية حتى بعد اتصال الرئيس ترامب ببوتين أو العكس وروسيا لديهم أهداف متناقضة ولكن التقاطع الوحيد هو حول هذه المنظمات أنها يجب أن تنتهي وأنا أعتقد اليوم زيارة ملك الأردن إلى الولايات المتحدة قريبا للقاء رئيس ترامب والأمر بإنشاء المنطقة الآمنة والطلب إلى جنرال ماتيس البنتاجون لتحضير خطة لدارة داعش أعتقد أن هناك شيء آتين إلى سوريا كبير جدا يحتم التوافق بين هذه القوى خاصة بين روسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية وأعتقد أن هذه المنطقة بالتحديد لن تكون منطقة آمنة بالطبع لأنها مرفوضة من القوى الكبرى المناطق الآمنة ستكون بمكان آخر فإذاً تحضير المناطق الآمنة قد يكون لمعركة قادمة إن كان في الرقة أو دير الزور وتدمر أو إن كان في منطقة إدلب ونحن نعرف اليوم أن النظام يسعى لاستباق تركية إلى منطقة ألباب بمعركة تساعد فيها روسيا فإذاً نحن أمام توزيع مناطق جغرافية مناطق نفوس في سوريا بانتظار ماذا سيحصل من جديد مع الرئيس ترامب سيد لاندس إذا قسمنا الفريقين فريق من المعارضة المسلحة هو مع المسار السياسي وفريق طبعا على رأسه تنظيم أو تشكيل أحرار الشام وهناك تنظيم آخر يرفض أي مسار السياسي بالنسبة لمن يقبل المسار السياسي ماذا لو وصلت الجهود السياسية جونيف أو مبعد جونيف إلى حائط مسدود هل يعيد ذلك الحسابات فيما يتعلق بهذه التشكيلات بين من يقبل أو من كان يقبل ومن يرفض نعم نعم يبدو لي من الواضح جدا أن النظام في موقف قوي جدا وأن الأسد مصمم عن استعادة سوريا كما قال ويبدو أن الروس سيدعمونه في ذلك وأن هذه معركة ستكون طويلة وصعبة بالنسبة له وليس هناك ميضة الاعتقاد بأن لا يستطيع تحقيق ذلك بمرور الزمن بعد بضع سنوات ذلك أن في قليل من الناس سوف يدعمون المعارضة السورية بأي طريقة جادة وأن جيش الأسد سوف يزداد قوة وهذا يبدو والسؤال الذي سيسأله الأردنيون هو أنه لو فرضت منطقة حضر الطيران ولو أن ترامب دعم ذلك فعلا فأين كما وقوفهم هم بالنسبة للإسرائيل والأردن كلاهما أو علاقة ليبدو أنهم مهتمين في الماضي كانوا مهتمين بمنطقة آمنة على طول حدودهما لإبعاد النصرة وتنظيم الدولة وليكون لديهم ميليشيات تودية صديقة لهم مسؤولة عن منطقة الحدود وسنرى إن كان ترامب سيتوصل على فكرة مثل هذا النوع أو لا لا نعرف ذلك لحد الآن ما هي قطة إدارة ترامب لنسبة لسوريا لحد الآن شكرا لك كنت معنا من أوكلهما جوشوالندس مدير مركز الشرق الأوسط بجامعة أوكلهما كما أشكر ضيفي من بيروت العميد إلياس حنة الخبير العسكري والاستراتيجي بذا نصل إلى ختام الحصاد إلى اللقاء بإذن الله اشتركوا في القناة